تشهد العلاقات البحرينية العمانية تعاونا وثيقا ومستمرا على وجه الخصوص في العمل التشريعي حيث أنها ازدادت رسوقا وتجذرا بدعم جلالة الملك المعظم وصاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيق يشكل هذا التعاون في العمل البرلماني الشراكة المستمرة لتحقيق الغيات الرامية لتوحيد الجهود والطاقات دعما لمسيرة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون في ظل الدعم الدائم والتواصل المستمر بين جلالة الملك المعظم وجلالة السلطان سلطان سلطنة عمان الشقيقة جاءت تلك الزيارات المتبادلة والمثمرة على المستوى البرلماني لتزيد من مستوى التنسيق المشترك في المواقف والرؤى بين السلطة التشريعية في مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة فهذه الزيارات المتبادلة أتت بثمارها لتؤكد على ما تحظى به العلاقات من متانة وعراقة في كافة المجالات ولا سيما العمل البرلماني الشراكة المستمرة بين السلطتين التشريعيتين في البلدين حققت الغايات الرامية لتوحيد الجهود والطاغات دعما لمسيرة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون وفتحت قانوات الحوار بالمجال التشريعي وشكل هذا التعاون ركيزة هام لتطوير العمل البرلماني عبر وضع الاستراتيجيات والخطط الكفيلة التي تحقق التقدم وتنمية الدور التشريعي وزيادة تأثيره في خدمة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في دول مجلس التعاون وتحقيق مستقبل أفضل لشعوبها الفرصة السانحة للقاءات والرغبة المتبادلة للوصول لمستويات أرحب من التنسيق والتعاون والشراكة في ظل الروابط المشتركة لم تأتي من فراق بل هو تأكيد للدفع بالعلاقات الثنائية للمزيد من التطور والنمو والوقوف على أوجه التكامل وتنسيق المواقف والقرارات في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية وتحقيق النتائج التي ستكون مرتكزا لمختلف مجالات التعاون المقبلة طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين